قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا الدكتور وقل الهياجنة إن الأردن اعتمد لقاحي فايزر ضد كورونا بعد يومين من اعتماده في الولايات المتحدة الأمريكية وأكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاون التزام الحكومة بكل جدية بالعمل على تصويب عفن هذا خبر لاحق مزيدنا التفاصيل في التقرير التالي أنا بدي أشير بالمناسبة لإشي حصل لنا في الأردن قبل يومين أو قبل يوم إنه صار في نشرة إنه هذا مطعم المسجل قد يكون لديه 12 أدفيرس إيفنت أو مضاعفات جانبية مؤكدة هذه المضاعفات الجانبية المحتملة وليست المؤكدة هي مضاعفات جانبية محتملة لازم الناس تراقبها لازم الناس تطلع عليها ولازم الناس إذا صارت محهم كمان يعملوا لها ريبورتينج يعني خليني أجملها بي يعني إذا طلعتوا على 12 دول فيه ثلاثة منهم بتعلقوا في موقع الحقنة ألم انتفاخ وحمرار يعني ثلاثة لهم بس علاقة بموقع الحقنة نحن نعرف لما صير في عناي حقنة ممكن أخذ مطعوم الإنفلونزا ممكن يكون إحمرار وانتفاخ وألم هذه ثلاثة شغلات وفي عنا خمس شغلات تانية العلاقة بالشعور العام للجسم التعب العام الشعور بعدم الراحة الحرارة أو القش عريرة وألم المفاصل هذولا كلهم أمور عامة قد تحصل مع هذه المطاعم ومش بس مع المطعوم المسجل قد تحصل مع المطاعم الأخرى وفي هذن خمسة وفي عنا ثلاثة ثمانية وفي عنا أيضا إشي بنسميه ألم في العضلات قد يحصل وفي ممكن يحصل عنا غثيان أو صداع أو انتفاخ في الغداد الإنفاوية هذه ما نسميها أعراض جانبية غير خطيرة وغير جدية ولكنها يمكن أن تحصل مع متلقي هذا المطعوم بشكل قد يكون مرتفع أو قليل